مدراحة بحضراتكم من جديد يمكن في بداية الحلقة كنا نتكلم مع حضراتكم بخطة الدولة وستراتيجية الدولة اللي تحقيق الاتفاق الزيتي من سلع كتير جدا والحقيقة أنه فيه اهتمام كبير تحديدا بتمية قطاع الثروة السمكية خاصة من خلال إنشاء بصانع الأعلاف السمكية تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية الحقيقة أن مصر عندها موارد مائية متعددة إن كان البحر الأحمر البحر المتوسط أيضا مياه الميل البحيرات الطبيعية الموجودة أيضا بحيرات بحيرات الاستزراع السمكي ويمكن كمان مبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية على أعلى مستوى وده بطبيعة الحال لتزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج أيضا تعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية في مصر خلينا نعرف تفاصيل أكتر من مهندس سماد وصف رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سباح الخير على حديثيك فندم سباح الخير لكل مصر يا ربك سباح الخير يا حديثيك يمكن إحنا قبل الهواء كنا نتكلم مع حضرتك عن وضع مصر تحديدا في قطاع الثروة السمكية وحضرك تمنتنا إن إحنا تقريبا قدرنا نحقق الاكتفاء الذاتي عندنا يعني خلينا نعرف من حضرك ونعرف أستاذ المشاهدين يا فندم مصر فعلا وصلت لفين في هذا القطاع تحديدا لأنه قطاع هام وأيضا هو يعني الثروة السمكية هي مصدر هام جدا من مصادر البروتينات بداية أنا أحب أطمنكم الوضع في السمك في مصر مطمئن وهقول لكم ليه بس الأول هأدي صورة كده هتعان الانتاج عمتها هذيك مصر تنتج حوالي فوق الاثنين مليون طن سمك من جميع مصادرها سواء استزراع مصايد بحرية في البحر بحر التوسط بحر أحمر قنات السويس بخليج السويس أو حضرتك نهر النيل أو البحيارات اللي موجودة عندنا على مستوى الجمهورية في الآخر مجمل الانتاج دوت بيديني وخبار حضرتك مؤشر في الآخر اللي هو إيه إن حضرتك إن لو أنا عندي مشكلة في السمك هتلاقي أسعار السمك بتزيب خفزات كده على الرغم إن كل مستلزمات الانتاج تقريباً بتزيد يعني حضرتك بلنا كم سنة مستلزمات الانتاج كلها بزيتما من علب وطاقة ونقل وووو والأسعار تقريباً شبه سبتك ده يديني ده مؤشر بالإضافة إن حضرتك إن فيه جزء بيتم استراضه ده لبعض الأصناف اللي هي بتبقى حضرتك ما بتتعيش في البيئة المصرية بتاعتنا وأجواءنا وده شيء أخبار حضرتك موجود في كل الدنيا يعني حضرتك مش كل أصناف الدنيا بتعيش في مكان واحد فإن طبعاً موجودين في منطقة جغرافية وعجة اللي نظرفنا فاللي بيتعايش معها هو ده لو بنعايش أو بنسازرة اللي يتعايش مع الزرافة فيه مثلا حضرتك إحنا بنستويت حوالي من ربعمائة إلى خمسين ألف طن دي أغلبها أسماك مش موجودة اللي هي زي مثلا سمكة الهارنك التونة السمون في بيه شوية جنبري للناس في حفل جنبري لأن انتشرت كثير أو ثقافة الجنبري سواء كساندويتش أو كواجبات أو 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 فبقى عليه طلب بزيادة طبعاً ملاحظتك إحنا سوقنا سوق كبير إحنا لتجاوز المئة مليون كمان بالإضافة حضرتك بنستور بعض الأسماك الشعبية برضو محباب الله ده بعض الناس اللي هي زي أسماك الماكريل والسلم والحاجات دي فده حضرتك ده المجمل للعاية لكن الأنواع الطبيعية عندنا تقريباً شبه اكتفاء ذاتي منها لو بنتكلم على بولتي بوري الكلام الأسماك التقليدية اللي اعتدنا عليها كسوق محلي إحنا عندنا سمكة البلطي بتمثل 80% من انتياج مصر أخبال حضرتك من السمكة أو من الاستزراع من الاستزراع والاستزراع بيمثل 80% والمصائد الطبيعية بتمثل 20% هتقولي أن الرقم ده قليل مش متناسب مع هذا هقول لحضرتك أن إحنا الانتاج عندنا ما قلش أخبال حضرتك في المصائد الطبيعية إحنا كسفنا في الاستزراع بغاية وصلنا لهذا الرقم بحيث أن إيه إن أنا بوفر المنتج موجود في السؤولين كلها وده على فكرة في العالم كله إن المصادر الطبيعية في حالة شبه هسابات أو الخفاض أو يعني ما فيش زيادة فيها لأن حضرتك تريبا يعني العالم كله وصل لأقصى طاقة قصوة من الانتاج من المصادر الطبيعية صحيح فكان البديل على مصائل عالم كله وإحنا من ضمنه مصر من ضمن العالم ده كمصر إن إحنا توسعنا في الزراعة النهاردة عند حضرتك لو حضرتك عملت بس مؤشر أقول بحضرتك بسيط إنه هو سعر كيلو البولتي مثلا اللي هي السمك الشعبية اللي هي اللي إحنا بتماس بها مصر اللي اسمها البولتي النيري العديدة مثلا حضرتك لو عملت مقرنة مثلا في 15 سنين لورا هتلاقي نسبة التحرك طفيفة مش كتيرة تعالي بقى قرنة بالبدائل الأخر هتلاقي فيه قفزات ده يدل على حاجة اسمها أن المعروض الموجود في السوق يلبي الطلق يعني متوائم مع احتياجات السوق يمكن زي محضرتك قلت يمكن الأسماك أنواع الأسماك اللي إحنا بنستوردها يمكن أسماك شوية يعني الرفاهية يعني مش الأسماك اللي إحنا متعودين إن إحنا نستخدمها بشكل يعني في روتينة اليومي أو في طبيعة الوجبات اللي بناكلها تمام تمام بس هي مش كلها واخبار حضرتك رفاهية فيه جزء طبعا فيها رفاهية وفيه وفيه جزء واخبار حضرتك شعبي بيلب برضو مطالب وأسواك برضو موجودة في السوق طب خيارف محضرتك يا فأنا ممكن إحنا كلمنا عن الاستهلاك المحلي لكن هنتكلم عن الصدرات يعني مصر بتصدر من حوالي من 30 ألف ل 35 ألف طن سنويا أيضا إحنا يعني مستهدف كمان إن إحنا نفتح أسواك جديدة وإحنا كمان نزود صدراتنا من الأسماك عايز أعرف من حضرتك وصلنا لفين في هذه النقطة تحديدا وكمان عايز أعرف مصر يعني بتصنف إزاي في إن كانت تحديدا على صدراتها السماكية هو حضرتك بالنسبة للتصدير إحنا الرقم بتاعنا برضو يعني مش مش كتير ولكن لازم نراعي برضو إحنا سوءنا استهلك كبير يعني إحنا برضو فيه سوء فيه مئة مليون مواطن يستهلكوا طبعا في حضرتك فيه إجراءات بتتم وعلا بالك لذات الاستراب بنتواصل مع الجاتل العالمية كلها عشان نقدر نصدر منتجنا في حضرتك الشغل اللي بيتم في البحيرات ده كلها لتحسين جودة الميا لبيئة المائية اللي بعيش فيها السمك بحيث إن في الآخر لما بيطلع منتج قابل للتصدير وأعتقد يعني لو حضرتك تتابعوا معايا مثلا من كم سنة ما كانش فعندنا مشاريع عملاقة عملت مشاريع عملاقة ناموذجية بتتعامل إزاي يتعامل معا من الزريعة الصغيرة لطبا بيوصل منتج ممكن يكون مجهز أو معلب كل دي حضرتك منتجات بتهم إنتاجها هي للسوق المحلي في المقام الأول وبعد كده حضرتك ما يفيد عن الإنتاج عندي بقى أصدره للخارج ودي نقطة مهمة أأكد عليها طبعا أنا حضرتك أنا عندي سوق كبير سوق كبير جدا يعني معلش يعني أنا في دول مسلا ما تجيبش قد العصيمة مسلا صحيح وإعتبر سوق كبير فمتخيل عديك أنا برضه من المواطن اللي عايش في البلد يلاقي المنتج اللي هو عايزه بالسعر مقبول عليه وبجاوة عالية وده شيء أسي لكن برضو هذا المحلي الشغالين بالتوازي برضو إنه ملف التصدير بيلاقي اهتمام من أعلى المستويات يعني مش عايزة أقول لحدك فيه جود الشغالين فيه إنه فيه تطوير وحيرات تطبيق قوانين صيد حضرتك فيه كمان البحيرات دي بيتمها يتعاملها كونترول بحيث إن السمك اللي يطلع وانتك عالي الجودة للاستلاك سواء للاستلاك المحلي أو للتصدير ومقبول ده اللي بيأكده اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسين بارح وتوجيهه بإنشاء المفرخات السمكية يعني وتخصيص كل الموارد المالية تحديدا لإنشاء هذه المفرخات السمكية إيه هي المفرخات السمكية بقى للمشاهد اللي بيتفرج علينا لنبسط له المعلومة كده وأهميتها في تحقيق برضو الاكتفاء الذاتي حاضر أفن بصر أفن مفرخ السمك يعني إيه هنقول مبساط مفرخ السمك عبارة عن إيه إنه هو عبارة عن إكسار صناعي ما بين حديك في الطبيعة الزكور والإناز بيحصل نوع من النوع عن تزاوج فأخي بالحديك ويعيش في الطبيعة بيقول مع البويدات مع الحياة مع السمك الزكور فبيتم تخصيب ده بيتم في الطبيعة بصورة طبيعية فبنيجي إحنا حضرتك بقى في المفرخات السمكية بقى اسمها مفرخات السمكية صناعية إن أنا بقى وفر لهم البيئة دي في أماكن بدرجات حرارة ومية وتغزية بحيث إن أنا أعمل التفريخ ومن فحوصنا حصنا أن سمكة البولتي برضو الأساسية بتاعتنا سمكة متواقمة مع مصر وبتعمل أكتر من كذا تفريخها في السنة فخامة الرئيس كان أوجه إن فعلا لازم يتم رفع كفاءة وتحديث المفرخات على الأعلى مستوى وحتى كان سيادته كان مجتمع مبارح مع المسؤولين وواجه قال لك توفيق كل المطال ليه؟ لأن حضرك عايز يعمل مفرخات السمكية يتوفر زريعة في مستوى حلمية هتزود كميات هيزود واخد بالك إنتاج بالتالي هيؤليه مردوده على المنتج هنا هو تحديث الرئيس كان حتى معالي وزير الزراعة كان موود مع سيد الرئيس الهيئة موود كان في أسوان من كم يوم عشان خاطر بحيرة ناصر هيتم فيها فيه ثلاث مفرخات موجودين هناك هيتم رفع كفائتهم على الأعلى مستوى زيما سيد فخامة أوجه بكده حضرك دي عشان خاطر أرفع زود الزريعة اللي بتركه في بحيرة ناصر بحيرة السد العالي بالإضافة مش قد أنها عامل مفرخات ده ده فيه إجراءات متوازية معها اللي هي تطبيق قوانين الصيد بكل جدية وصرامة منع الصيد المخالف لأن تطبيق قوانين الصيد لما نزلنا مثلا بحيرة المنزلة كان في بعض الناس بتصطاد الزريعة وتحولها العلف إزاي بيتم التصدي لهذا النوع من الصيد يعني الغير المشروع والمفروض اللي هو محرم يعني وإزاي بيتغلض الأقوبة بصفاً وحدتك ما بقيت الدنيا يوجد المخالف صحيح وغير المخالف وكبار حدتك ولكن الحكومة في كل أجهزاتها طبعاً هي السرعة السمكية كنحارس حدود مسطحات مائية بيئة كل الجهات المعنية حضرتك بتقاوم هذا الاتجاه ولكن احنا كان عندنا لغاية عشر اللي فات شهر في أكتوبر أكتوبر اللي فات صدر القانون بتاع قانون حماية البحارات وتنمية السرعة السمكية رقم 46 نساة 21 حضرتك غلص القوانين ابتدأ فيه إجراءات هتكون أشد هيبقى فيها هو طبعاً بتقاوم وبتاخد عقوبات وبيتم هذا الكلام ولكن حضرتك انت متخيل اننا القانون القديم اللي كنت شغال به من سنة 83 كان القانون 124 من سنة 83 طبعاً حضرتك كانت الدنيا غير الدنيا إعداد غير الأعداد طبيعة المخالفات كانت برضو مش بالقطرة دي ولا نوعيتها فيعة محتاجة فعلاً تعديل تشريع وبفضل من ربنا وبرضو من توجهات فقامة الرئيس فعلاً القانون صدر وبقى هيبقى فيه جهاز دعمية البوعيرات وتنمية السر والسماكية مع تغليز عقوبات المخالفين بقى هيبقى فيه حضرتك هيبقى فيه متابعة لكل الأنشطة هيبقى طبعاً محاربة للتلوث يعني إن شاء الله في خلال فترة هتلاقي مردود هيكون إيجابي على القطاع إن شاء الله طيب بش مهندس عميدي ممكن إحنا الحقيقة زي ما حضرتك قلت تقريباً دائماً نكون طمعين في الخير الحقيقة إن شاء الله عايزة أعرف من حضرتك المحاور الاستراتيجية اللي الدولة بتسير عليها أو يعني الخطة اللي الدولة بتسير عليها عشان نقدر نحن نزود كمان من انتاجية الأسماك لدى مصر هو حضرتك الخطة باشي في كذا اتجاه حضرتك أولاً كمصارة طبعية بيتم مرأبة المصيد مرأبة للإنتاج اللي طالع للملاكب اللي نازلة بتصيد في الشباك اللي بيتم الاستخدامة بتتم مرأبتها هيتم يعني تغيير وهيكلة هذه المنظومة بحيث إنها إن السمكة اللي هتصاد يكون السمكة الاقتصادية والغير اقتصادية تفضل تاخد دورتها في النمو دورتها في النمو يعني تكاثر يعني حجم أكبر فيه كمان حضرتك فيه كان فخامة الرئيس كان واجه برضو فترات الراعة البيولوجية فتر الراعة البيولوجية عبارة عن إيه إن أنا باجي مثلا أشوف في مسطح ما لسماك الاقتصادية اللي فيه الفترة بتاعت النمو والتكاثر واخد بها لحضرتك والزراعة تكبر طبيعي فتم دراستها طبعا مع الجهات العلمية في مصر ومعاهد البحوث الكليات السلو السمكية معظم المحار إحنا بيئة كل الجهات ذات السلو حضرتك بنحدد وقت مثلا شهر مثلا على سبيل مثال بحيرة ناصر من يوم 15 التلاتة ده هيتم وقف في السلو فيها شهرين مع متابعة ما فيش سروح مراكم ما فيش سمك يخرج هتحكم المنافذ إنه حيث إن إيه تبقى راح بلوجي السمكة حضرتك هتبقى تقدر تتكسر بلحطة الزريعة السلوية هتفرطتها في النمو بالإضافة إنه حضرتك في حاجة إن السمكة المطاردة معدالها في النمو بيبقى أبطأ بكتير من السمكة اللي مش مطاردة سواء مواتير سواء سيادين سواء شباك سواء أي من الحاجات اللي هي المزعجة دي بتاخد فرصتها في النمو أفضل فده حضرتك ده رسمي المسططة في مسطح ناصر لكن على مستوى الجمهورية هيراعة طبعا ومش كل اللي وقف يمكنه مع بعض كل مسطح لأسماك برقصادية حضرتك بتتكلم في نقطة وهي يمكن الاستغلال استغلال الموارد المائية إن كانت الطبيعية أو بحيرات الاستدراع السمكية لكن في نقطة تانية كمان اتكلمنا عليها في البداية وهي فكرة الأعلاف السمكية نحن بقينا بننشئ مصانع للأعلاف السمكية كمان اتكلمت على البنية التحتية الطرق طريقة النقل حفظ السمك وما إلى ذلك مصر عملت ايه في هذه القطاعات تحديدا أنا عايزة أقول لحديك على حاجة هناك مصانع أعلاف الدولة فيها يعني مصر سواء كان الهيئة كان عندها مصانع محتاجة تطوير الدولة في المشاريع العملاقة التي عملت عملت مصانع على أعلى مستوى بالإضافة لدور القطاع الخاص إن عامل مصانع وفيه شركات بتقدم أنواع علف على درجة عالية الجودة بتختلف بقى من أنواع أسماك لبعضها بالإضافة إلى حجم السمكة برضو وقد بقى لحضرتك أنواع العلاف بيختلف كل ده بقى متوفر بس هو الأمانة برضو عشانا يبقى منصفين إن المتخلاف بتاعة الأعلاف بتبقى أغلافها مستوردة اللي هي دور القفول الصوية دور الصفرة مسحول الأسماك ودي طبعا مرتبطة بسوق علامي وبأسعار لكن يشغلين فيها إن شاء الله بس شفنا في المصانع اللي أقيمت مؤخرا لإنتاج الأعلاف من أنواع مختلفة يعني هو الهدف منها هو رفع الكفاءة وتوفير أنواع مش أقول بقى أنواع جديدة لأنها الأنواع الرجل أو بالفعل موجودة عندنا هو فكرة اللي هو إتاحة هذه الأنواع بكثافة ويمكن السبب كمان اللي حضرتك ذكرته هي حاجة مهمة هو فترة الراحة الطبيعية فترة الراحة الطبيعية دي اللي أنا ما أخدش خير البحيرة كله وبعد كده لأنا بسيبها بطبيعتها دي خلينا نروح أسأل حقيقة بقى سؤال مهم جدا أكثر البحيرات إنتاجا للأسماك فيها أدرى أقول لحدك بحيرة المنزلة مع بعض الشغل اللي اتعامل فيها ترفعت وقربت وصلت لتسعين ألف طن في حضرتك عندي بحيرة البورولوس برضو مشغالين فيها برضو ابتدت تواصلت تجاوزت للمية ألف طن فكل أقمي يعني أنت لو شفت حضرتك أنا من كم سنة شغل من أقولون مثلا من خمستاشر مثلا ابتدأ الإنتاج طلع النسبة يتضاعف مش قليلة فان لسه زراع برضو زيت وفي كل الاتجاهات أكتر أنوال أسماك شهرة بقى فيها اللي موجودة حاليا في الأسواق قدام المواطنين يا فندم البولت السمكة الشعبان المصرية بتاعتنا السمكة دي المفروض ديات راس نفتخر بي يعني كانت موجودة في العبد الفرعونية سمكة البولت النيل ده مسجلة باسمنا في العالم فان والسمكة محترمة سمكة مفهش سافة زي بعض الأسناف التانية مقبولة فيها بوريتينات كويسة فيها حضرتك معادن فيها فيتاك فيتامينت سمكة المفروض نفخر بيها طبعا يا هي كمان بنفخر الحقيقة بجهود في قطاع ثروة السمكية جهود كبيرة جدا وملحوظة مش بس في مصر لكن عالميا أيضا طبعا نحن نشكر حضرات جزيل الشكر المهندس عماد وصفي رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات بلا العامة لتنمية الثروة السمكية وارتنافت العفوة فاندي من النور لينا ويا رب كده يا رب يكون مصر في خير مسلام وأنا شخصيا على المستوى الشخصي متفاعل أنه بكرة يكون أحسن إن شاء الله أكيد بكرة يكون أحسن يعني بفضل يعني قيادة سياسية وعية وجهود حضراتكم بأهمية الحاجة اللي بتعملوها وبتعملوها بتفاني وإخلاص شديد بنشكرك بش ماندي سلام عليك في صباح الخير يا مصر ويمكن مشاهدينا زي ما احنا متابعنا من خلال هذه الفقرة يعني هي رسالة طمأنة كل الناس اللي عندها نوع من أنواع التخوف لنقص يعني سلع ما لا الحمد لله في جهود كبيرة قوي بتقوم بيها كل الأجهزة المعنية وكل المؤسسات المعنية لتوفير كافة السلع الغذائية اللي من بينها طبعا يعني بنتكلم على الأسماك كثروة سمكية وبروتينية هائلة جدا عشان خطر يبقى عندنا يعني نوع من أنواع الاكتفاء الذاتي فمحدش باية تكالب وحد يتصارع اللي هو يحفظ السلع اللي موجودة ونشتري بكثرة عشان خطر نخزنها وفي النهاية الأسعار تعلى ونسأل الأسعار بتعلى لي احنا يعني أنت سيد قرارك أي فعل هتقوم بيه هينعكس عليك سلبا أو إيجابا فلازم يكون في نوع من أنواع التأني وإحنا يعني بنشتري وإحنا بنقبل على الشراء تحديدا علشان ما نخليش نفسنا يعني تحت رحمة أو تحكم جشع التجار علشان ما نخليش نفسنا علشان ما نخليش نفسنا علشان ما نخليش نفسنا